مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أن أردوغان هنأتبون على الفوز من الجولة الأولى وتمنى له التوفيق في خدمة الشعب الجزائري الذي يعتز به كثيرا وهم الذين ضربوا مثلا رائع في السلمية طيلت عشر أشهر من الحرك الشعبي كما أكد أنه يتطلع لتقوية العلاقات بين الجزائر وتركيا هذا وهنأت الخارجية الأمريكية كذلك تبون بالإضافة لأمريكا ترتميم والمملكة السعودية من خلال اتصال هاتف مباشر بتبون إيطاليا مصر الأردن تونس والإمارات والعديد من الدول الأخرى التي هنأت بون على رئاسة الجزائر هذا وعد تبون بفتح الحوار مع الحراك مع تعديلات دستورية بخرج فريدة من نوعها من خلال استفتاء شعبي منتدر كما وعد باستعالة المال المنهوب من العصابة البوتفليقية مؤكدا أن محاكمة رمز النظام مستمر دون توقف وكل ينال جزائه بما أفسد هذا وعد أنه سينصب العديد من الشباب في الحكومة مع العلم أنه حاليا بدأت تظهر الشخصيات التي تريد الحوار وتبون ينتظر قبوله كل الشرط المعقولة شاركونا بآرائكم في التعليقات كما لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وشكرا جزيلا